اكد رئيس مجلس السيادة الفريق والركن عبدالفتاح البرهان أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف أن تغيير محروس بإرادة الشعب ودع البرهان وزراء الحكومة عقب أدائهم من يمين الدستورية بالتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجزة الدولة وشدد على أهمية الجلوس للمواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها قال رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك أن الوزارة الثانية من عمر الثورة تاتي في ظل ظروف بالغة التعقيد وتحديات اقتصادية وأمنية ووصف حمدوك الحكومة الجديدة بأنها أعرض تحالف سياسي له القدرة على إنقاذ السودان ووضع اللابينات الأساسية لتجنب البلاد شرور الانهيار حدد وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف خمسة أولويات ستعمل عليها الحكومة الجديدة وياتي على رأسها قضية رفع الضائق المعيشية والإصلاح الاقتصادي إلى جانب عملية استحقاقات سلام جبا ويصلح القطاع الأمني والعسكري وتحقيق عدالة انتقالية شاملة لمصحة كل السودانيين والانتقال الديمقراطي رحب الاتحاد الأوروبي بأدال يمين لمجلس وزراء حكومة الجديدة وزيادة أعضاء المجلس السيادي مشيرا إلى مواصلة دعمه للانتقال السياسي والاقتصادي بالبلاد وأكد الاتحاد ضرورة التواصل إلى اتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الانتقالي بحث اجتماع طارئ لهيئة قيادة الشرطة الوضع الأمني والجنائي بولاية الخرطوم وأمن الاجتماع على تكثيف العمل الكشفي والمنعي من خلال الانتشار الشرطي للدوريات لتأمين الأسواق والمرافق الحيوية والأحياء السكنية